كيف تقوم بحشتوني؟ سنقوم بيزة خطيرة بيزة طوصة خدت مني دقتين بالضبط بيزة طوصة فضيعة حلوة جدا وسهلة نقوم بقى المكونات هيكوب معي كوب باية دقيق عليها رشة ملح ونص كوب باية لبن ومعي ربع معلقة بيكينج بودر وربع خميرة فورية ونص معلقة سكر مكونات سهلة جدا جدا ومسيطة احط بقى كل المكونات على جنب واجيب البول بتاعتي هبدأ انزل بكوب باية اللبن نقوم باية اللبن وأضيف عليها نص معلقة السكر وربع معلقة البيكينج بودر وربع معلقة الخميرة الفورية وهقلب كل المكونات مع بعض بالمضرب بتاعي هبدأ انزل باية دقيق شوية بشوية وهقلب لحد متنوية انت لو حبيت نقوم باية اللبن نقوم باية ونقوم باية اللبن هكذا لحد ما القوام بتاع يكون عامل زي قوام الكيك بالزبط سهلة جدا ومش بتاخد اي وقت بص القوام عامل زي كريمي عامل زي قوام الكيك بالزبط هبدأ بقى سيبه على جنب ترتاح شوية وبعدين احضر الحشوة بتاعتي هيكون معي جبنة موزرلة ومع لقيت كاتشم وهنا انا عندي حشوة كانت موجودة قريدي في التلجة انتي اي حاجة موجودة عندك انا هنا فضيت الخليط بتاعي في طوصة يفال مدهون زبدة وتكون النار خطية خالص شمعة بالزبط ساكنك بتسوي الرز انتي هتحس ان هي عملت فقعات كده هي كده بتستوي بعد ما حس انها استويت معي هبدأ اقلبها على الوش التاني بص استويت ومش اقول الله شكلها حلو جدا هبدأ بايجيب الكاتشة بتاعي وادهن بالفرشة بتاعتي على الوش بصي بيزة سهلة جدا واقتصادية وما خدتش لوقت ولا مجهود جدا واجد عجينة نجحة جدا انا هنا بوزع الكاتشة بتاعي بالشكل ده الكاتشة بيكون بديل للسلسة بتاعي البتزة بجد بيدي طعم حلو جدا هبدأ اجيب بقى الحشوة بتاعتي انتي اي حشوة متوفرة عندك ممكن تحطي جبن ممكن تحطي لحوة مفرومة ممكن لانشن ممكن بسترمة يعني ايه اللي موجودة انا دي بواقي حشوة كانت موجودة عندي في التلاجة فانا استخدمتها مع البيت يعني اي حاجة حطيها براحتك وهبدأ كمان اضيف الجبنة المنزرلة طبعا انا اتأكدت ان البيت بتاعتي استويت لان انا قلت بتاعي الوشي التاني كده بعد ما ضفت الحشوة بتاعتي وضفت الجبنة المنزرلة اغطيها بغطة لحد ما الجبنة من فوق تسيح وحس ان الخضار بتاعي تميسك مع الجبنة وبقت يعني حاجة شكلها رائع 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 وتحفى بصي البيتزة بتاعتي اهي بعدما جهزت والجبنة سيحيت لان انا ما غطيت البيتزة بتاعتي طبعا مع السخنية كل الخضار دبل مع بعضه ومتميسك مع البيتزة والبيتزة سيحيت يعني شكلها طحفة بصي من تحت كمان عاملة ازاي؟ بستوية وعجينة نجحة خالص لا فرن ولا عجن ولا مجهود بيتزة بدئتين انا هقطحها بالشكل ده وهوريكي هتكون عاملة ازاي؟ معلش معذرة عشان صوتي تعبين بصي البيتزة عاملة ازاي والجبنة بتمط يعني حاجة فاضيعة وطعمها حلو جدا عملنا بيتزة في الطوصة بدئتين بس لا فرن ولا عدد ياريت لو عجبتك الوصفة تعمل لي لايك وفعل